موسيقى فاكرمها بالعتق واعتقها لهذا يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إنه رأى أبا لهب في النوم في شر حاله فسأله عن حاله فقال له حالي كما ترى قال له إلا أنني يعني المتكلم هنا أبو لهب قال إلا أنني أسقى في كل يوم اثنين من نقرة أسبوعها أسقى منها ما قال لماذا؟ قال لأجل أنني أعتقت ثويبة لما أخبرتني بولدة محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا يقول الحافظ شمس الدين إبرو ناصر بن دمشق أحد كبار علماء أمة الإسلامية وففوض أحاديثها يقول إذا كان هذا كافر جاء ذنبه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظلم بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرورا ومات موحدا صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الناس أداه الله فيه غالط في هذه المسألة ويقول هذه رؤية منامية نحن نقوله نعم رؤية منامية ولكنها ليست أحكام شرعية نحن ما نقرر أحكامها شرعية وإنما نقرر مزايا ونقرر المناقب ونقرر مسائل تتعلق بالكرامات وتتعلق بالأخلاق وتتعلق بالشمائل وقاعدة أهل الحديث معروفة فيها